شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد والذي تجريه إحدى تشكلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام والذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القطالي لتشكلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن أتبعه عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطريقة أثناء مراحل المشروع ونقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات كما نقل تحياتي وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة المركزية العسكرية مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في تنفيذ المشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتضار حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر